الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا صلى الله عليه وسلم النور في الأرض خير من وطأ على هذه الأرض بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام تخيلوا عليه الصلاة والسلام عندما أوذي من أهل مكة وأوذي من أهل الطائف الله يرسل له ملك يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام أتريد أن أطبق على قريش الأخشبين جبلين أقضي عليهم من أذيتهم لك قال لا أنتظر من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر يحمل التقوى والإيمان يحمل الهدف السامي في إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله كان هدفه هداية الناس حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع وكان يصوم الليل والنهار فيرسل له الله ملك أخرج لك كنوز الأرض كيف تجعي فقير قال لا أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله كان هدفه رد الله كان هدفه النور يسعى في الأرض حتى قال عليه الصلاة والسلام بشرنا عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وفعلا وإما تروح في أي بلد في أي مكان تجد من يعبد الله المساجد تعمر في الأرض تروح روسيا مساجد تروح أمريكا فيها المساجد تروح كوريا اليابان ومن سافر يعرف ذلك لا إله إلا الله تتغلغل في البيوت وفي كل مكان حلقة أمس رأيتم بس ما كنا نتوقع حتى الأخوة الجاليات اللي جاءوا معنا أمس من مكتب والله ما يقول ما كنا نتوقع يسلم عشرة على هو مباشرة وصدقوني في الكنترول أرقام كذا الجوال عندي عالم يبغون يتصرون عشان يسلمون العاملات المنزلية ولا سائقين من بث هذا النور إنه محمد صلى الله عليه وسلم يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله يخرجنا من التعاسى للسعادة هذا منهج عليه الصلاة والسلام حتى هو الذي قال إنما بعثت ليتم مكانم الأخلاق حتى يعلمنا الأخلاق مون بس التوحيد يعلمنا الأخلاق أي دين قاعد يرسل نبي عشان الأخلاق يرسل نبي عشان الجيران يتحبون أي دين إنه دين الإسلام إنه محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام غير الأخوة اللي في مكتب الدعوة يقولون جتنا تصالات عديدة ما هذا النور إنه نور محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلبه عليه الصلاة والسلام نور هدى شفاء يتغلغل في الأرض انظروا من أسلم من الأوروبيين والأمريكيين والروسيين كيف حملوا هم الإسلام ونشرونه في العالم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بجنبه سلمان الفارسي قال عندما قرأ قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ضربوا على من كبي سلمان الفارسي قال هذا هو قومه ربما يخرج من أمريكا أفضل مننا في إسلامنا أو في روسيا أو في الهند أو في أندونيسيا أو في أي مكان يحملون هم لا إله إلا الله محمد رسول الله ورأينا ذلك فنحن نقول الحمد لله إن الله جعلنا نطفة في رحمة مسلمة الحمد لله أن نخرجنا ونسمع من أم ويوبوي لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست هذه نعمة بل والله نعمة كبيرة فنقول شكرا لقناة الواقع وشكرا لمكتب البطحة الذي ساهم معنا ساهم كبير جدا في نشر لا إله إلا الله وكل مكاتب وكل من يحمل هم لا إله إلا الله حياكم الله في برنامج